اشتركوا في القناة افتقرنا الى بيان ان الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف اذا وجد الشرط وجد المشروط اذا انتفى الشرط انتفى المشروط هذا المخصوط وليس بجزء والمستند في الاستقراء في الشروط الشرعية استقراء في الشروط الشرعية مع الادلة والقراء المحتفى بذلك ولا ترى ان الحولاء هو المكمل لحكمة حصول النصاب والغنى فانه ده ملك فقط لم يستقر عليه حكمه الا بالتمكن من انتفاع به في وجوه المصالح وهو بيتكلم على ان عليكم السلام بركاته احمد كيف اخبارك رضي الله عنك هنا يريد ان يقول بان الشرط الحول مكمل للحكمة وش الحكمة وش الحكمة هنا الحكمة هنا في هذا الباب هو ان المال يحتمل المواساة ان يحتمل المال المواساة احتمال المال المواساة هذه التي نقول في عصب الزكاة في هذا الباب لان اردنا امرا مهما وهو كفاية المحتاج وايضا محاولة رفعي عن الحاجة قد الله عنك يا كريم محاولة رفعي عن الحاجة يبا اذا كفاية المحتاج هو ايضا عدم انزال الغني الى منزلة يحتاج ايضا هو فيها وان لم يفعلنا شيئا شبه وذلك ايش يقول يقول فجعل الشارع الحولة مناطا لهذا التمكن الذي ظهر به وجه الغنى وجه الغنى معناه كما قلت لكم هو انه يعني انه يملك مالا يحتمل المواساة فلا يسقط عنه بهذا الباب والحنث في اليمين مكمل لمقتضاها فانها لم يجعل لها كفارة الا وفي الاقدام عليها جناية ما على اسم الله جناية ما على اسم الله وان اختلفوا بتقليلها فعلى كل تقدير لا يتحقق مقتضى الجناية الا عند الحنث فعند ذلك كامل مقتضى اليمين والزهوق يقصد بالزهوق هنا اعتبر زهوق مكملا لحكمة المشروط هو القتل زهوق الروح يعني وكامل مكملا لحكمة الزجري المترطبة على القياس ايضا مكمل لمقتضى انفاذ المقاتل الموجب للقياس اوديا ومكمل لتقرر حقوق الورطة في مال المريض مرضا مخوفا يعني جعل حنث كذلك شرطه الموت والمرض هو السبب وشرطه الموت والاحصان مكمل لمقتضى جناية الزنا الموجبها للرجم وهكذا سائر الشروط الشرقية مع مشروطاتها فقد تكون الاسباب كما قلنا الزنا سبب والاحصان هو الشرط لوجوب الرجم جعل الحصان مكمل لمقتضى الجناية والسبب طبعا الزنا والشرط عنده في الرجم ان يكون محصنا ان يكون محصنا وربما يشكل هذا التقرير بما يذكر من ان العقل شرط للتكليف رب يرضى عنكم احسى الله عليك احسى الله عليك واجزك الله خيام ان العقل شرط للتكليف والايمان شرط في صحة العبادات والتقربات فان العقل ان لم يكن فالتكليف محال عقلا او سمعا فالتكليف كتكليف العجمات والجمدات وهيكون تكليف بما لا يطاق فكيف يقال انه مكمل يعني هو اصل كيف يقال انه مكمل بل هو العمدة في صحة التكليف يعني العقل مناط التكليف اذا هو الاصل ليس مكملا كذلك لا يصح ان يقال ان الامان مكمل لعبادات فان العبادة او عبادة الكافر لا حقيقة لها يصح ان يكملها الامان وكثير من هذا يقول الإشكال يرتفع بأمرين الأمر الأول أن هذا من الشروط العقلية للشرعية والكلام في الشروط الشرعية لكن سيرد عليهم هنا أيضا رد بأنه حقا لو قلنا العقل من التكليف فأنا ذي من شروط العقلية لكنه جاء الشرع به فيصير شرعيا لما جاء الشرع به يصير يصير بذلك شرعيا فتكون إجابة الأولى كالشيء والإجابة الثانية أن العقل في الحقيقة شرطه مكامل بالمحل التكليف أي فيكون في التعبير فيكون في التعبير بشرط التكليف التساهل والولد هو ما ذكر في هذا البابن ويعتبر كما قلنا فيه كلمة شرطه مكملة فيها نظر طبعا إذا جعله شرطه مكملة فيها نظر في هذا البابن يقول وهو الإنسان في نفس التكليف ومعلوم أنه بالنسبة إلى الإنسان مكمل وأما الإيمان فلنسلم له أنه شرط لا نسلم أنه شرط لأن العبادات مبنية عليه ألا ترى أن معنى العبادات التوجه إلى المعبود بالخضوع والتعظيم للقلب والجوارح وهذا فرع فرع الإيمان فكيف يكون أصل الشيء وقاعدته التي ينبني عليها شرطا فيه عليكم السلامة وبركاته هذا المعقول من أطلق هنا لفظ الشرط فعلى التوسع فيه العبارة وأيضا فإن سلم في الإيمان أنه شرط ففي المكلف لا في التكليف هو شرط في المكلف لا في التكليف لأن الكفار طبعا شرط فيه من الإيمان حتى يقبل من الأعمال ويكون شرط صحة عند بعض وشرط وجوب عند بعض فيما عدى التكليف بالإيمان حسب ما ذكروا الأسوريون في مسألة خطاب الكفار بالفروع والمسألة الخامسة الأصل المعلوم في الأسور أن السبب إذا كان متوقف متوقف التأثيري على شرط فلا يصح أن يقع المسبب دونه ويستوي في ذلك شرط الكمال وشرط الإجزاء فلا يمكن الحكم بالكمال مع فرض توقفي على شرط كما لا يصح الحكم بالإجزاء مع فرض توقفي على شرط وهذا من كلامهم ظاهر فإنه لو صح وقوع المشروط بدون شرطه لم يكن شرطا فيه نعم نعم وإحنا قلنا التلازم هنا وصيق بين الشرط وبين المشروط وإذا أولد الشرط أولد المشروط وإذا انتفى شرط انتفى المشروط وقد فرض كذلك هذا قال يعني قال وأيضا لو صح ذلك لكان متوقف متوقف الوقوع على شرطه أي لم توقف الوقوع عليه معا وذلك محب وأيضا فإن الشرط من حيث هو شرط يقتضي أن لا يقع المشروط إلا عند حضوره وكما قلنا التلازم واجب في ذلك فلو شرط لو جاز وقوع دونه لكان المشروط واقعا وغير واقع معا وهذا لا يمكن أن يقبل وذلك المحال والأمر واضح من المطمئ ولكن من الأطناء فيه يعني ما نطل فيه الأمر واضح في ذلك ولكنه ثابت ثابت في كلام طائفة من الأسليين أصل آخر وعوزي إلى مذهب مالك أن الحكم إذا حضر سببه وتوقف حصول مسببه على شرط فهل يصح قوة بدون شرط شرطه أم لا قولاني اعتبارا باقتضاء السبب أو دخل في الشرط فمن رأى راعى السبب وهو مقتضل لمسببه غلب اقتضائه ولم يراعى يتوقفي على الشرط ومن راعى شرط وأن توقف السبب عليه منع من القوة مسببه لم يراعى حضور السبب بمجرده إلا أن يحضر الشرط فينتهر السبب عند ذلك في اقتضائه يقوله أربما أطلق بعضهم جريان الخلاف في هذا الأصل مطلقا وهنا القرافي أيضا ذكر ذلك وقال بأن الحكم الذي يتقدم على سببه وشرطه غير معتبر إجماعا لأنه الترابط نحن أخذنا الأمر المرتب المسبب لا يتأتى إلا بعد السبب والذي يتأخر عن السبب ويتقدم عن الشرط يختلف الوهمة في كثير من صوره هل هو معتبر أم لا ويمثلون لذلك أمثلة إن حصول النصاب سبب في وجوب الزكاة حصول النصاب سبب في وجوب الزكاة ودورا الحرط الحو شرط في وجوب الزكاة ويجيز تقديمها على قبل الحول على الخلاف طبعا تقديم الزكاة على الحول وجد في حديث استسلف سنتين من زكاة من العباس فهنا دل على أنه قد قد يتقدم على شرطه لكن لا يمكن أن يتقدم على سببه مسبب لا يتقدم على سببه بحرم الأحوال واليمين سبب في القفارة والحنث شرطها ويجيز تقديمها قبل الحنث على أحد القولين وهذا صحيح من حال فعمين وراء غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ثم كفر عن يمين أو تكفير تأخر فليكفر عن يمين ويأتي الذي هو خير هنا هنا تقدم طبعا اعتباره متأخرا يكون صحيح لكن اعتبار التقديم هذا الذي فيه النظر وقال وإنقاذ المقاتل سبب في القصص إنفاذ المقاتل سبب في القصص أو الدية والزهوك شرط ويجوز العفو قبل الزهوك وبعد السبب ولم يحكو في هذه سورة خلافة وفي الوزهب المالكي يعني إذا جعل الرجل أمرأة يتزوجها بيد زوجة هي في ملكه إن شاءت طلقت أو أبقت فاستأذنها في التزوج فأذنت فلما تزوجها أرادت أن تطلق عليه قال مالك ليس لها ذلك بلاي عنها قد أسقطت بعد جريان السبب وهو التمليك وإن كان قبل حصول الشرط وهو التزوج يعني هذه الصور بأسرها يبين لك أنه قد يتقدم حكم على الشرط لكن لا يتقدم على السبب المسبب يتقدم على الشرط لكنه يتقدم على السبب وإذا أدنا الورصة عند المرض المخوف في التصرف لأكثر من الثلث جاز مع أنهم لا يتقرر ملكهم إلا بعد الموت فالمرض هو السبب لتملكهم والموت شرط فأنفذ إذنهم عند مالك خلافة لأبي حنيفة والشافعي وإلا ما يقع الشرط هو أن من الناس من قال بإنفاذ إذنهم حتى المرض فالسبب على رأي هؤلاء هو القرابة ولا بد من القول بأن الموت شرط يقول أيضا في المذهب من جامع فالتز ولم ينزل فاغتسل فأنزل فأفي وجوب الغسل عليه ثانية قوله وأنا في الوجوب بناء على نسبة الغسل انفصال الماء عن مقره وقد اغتسل فلا يغتسل له مرة أخرى هذه حجة سحنون وابن مواز فالسبب هو الانفصال والخروج شرط ولم يعتبر إلى كثير من المسائل التي تدار على هذا الأصل لم يعتبر إلى كثير من المسائل التي تدار في هذا الأصل مسألة مشكلة في هذا الباب لكن الحق أنه وددت كثير من المسائل أن المسبب يتقدم على سببي لكنه لا يتقدم على شرطي يتقدم على شرطي ولكنه يتقدم على سببي يتقدم على شرطي لكنه لا يتقدم على سببي وظاهر المعارضة الأصل الأول فإن الأول يغتضي أو يغتضي أنه لا يصحي وقوى المشروط بدون شرط شرط بإطلاق على أن القاعدة أن المشروط متنازم مع شرطه والثاني يخدم أنه صحيح عند العلماء وربما صحب التفاق كان في ساعة العفق قبل الزهو ولا يمكن أن يصحي الأصلان معا بإطلاق والمعلوم صحة الأصل الأول فلا بد من النظر في كلامهم في الأصل الثاني أما الأول فنفس التناقض بين الأصلين كاف في عدم صحاته عند العلم بصحة الأصل الأول وأما ثانيا فنسلم أن تلك المسائل جارية على عدم اعتبار الشرط فإن نقول من أجاز تقديم الزكاة قبل حلول الحول مطلقا من غير أهل المذهبنا فبناء على أنه ليس بشرط في الوجوب وإنما هو شرط في الانحتام فالحول كله أكأنه وقت عند هذا القائل لوجوب الزكاة موسع ويتحتم في آخر الوقت على كسائل أوقات التوسعة وأما الإخراج قبل الحول بيسير على مدابنا فبناء على أن ما قرب من الشيء ياخذ حكمه عليكم سمكاته أحسن الله عليكم فشرط الوجوب حاصل وكذلك القول في شرط الحنث ومن أجاز تقديم الكفار عليه فهو عنده شرط في الانحتام من غير تغيير لا شرط في وجوبه وأما مسألة الزهوق فهو شرط في وجوب القصاص أودها لا أنه شرط في صحة العفو وكذلك وهذا متفق عليه إذ العفو بعده لا يمكن فلابد من وقوعه قبله إن وقع ولا صح أن يكون شرطا إذ ذاك في صحته ووجه صحته أنه حق من حقوق المجروح التي لا تتعلق بالمالي فجاز عفوه عنه مطلقا كما أجوز عفوه عن سائر الجراح وعن عرضه إذا قذف وما أشبه ذلك والدليل على أن مدرك حكم العفو ليس ما قالوا أنا ولا أصح المجروح أو ألا الأولياء استفاء الخصاص أو أغذية النفس كاملة قبل الزهوق باتفاق ولو كان كما قالوه لكان في هذه المسألة قولا وأما مسألة تمليك المرأة فإنها لما سأسقطت حق نفسها فيما شرطت على الزوج قبل تزوجه لم يبقى لها ما تتعلق به بعده لأن ما كانت تمليكه بالتمليك قد أسقطت حقها فيه بعد ما جرى سببه فلم يكن لتزوجه التأثير فيما تتقدم من الأسقاط ووافقه الظهر مسألة الشرط المشروطة في هذا الباب على التلازم على أيضا الانفكاك ومسألة إذن الورثة بينة المعنى فإن الموت سبب في صحة الملك لا في تعلقه والمرض سبب في تعلق الورثة بمال الموروث لا في تملكه التعلق موجود لكنه لا يتملك إلا بعد الموت لكم في القصص الحياة لكم نص ما ترك أزهركم لكم يعني بعد الموته قال فهما سبباني كل واحد منهما يقتضي حكما لا يقتضي الآخر فمن حيث كان المرض سببا للتعلق للتعلق الحق وإن لم يكن ملك كان إذنهم واقعا في محله لأنها لما تعلق حقوم بما هو الموروث تعلق بالسبب اللي هو المرض صارت لهم في شبهة ملك فإذا أسقاطوا حقهم فيه لم يكن لهم بعد ذلك مطلبة لأنهم صاروا في الحالي كالذي أنفذوا تصرف المريض في حالة المرض كالأجانب فإذا حصل الموت لم يكن لهم في حق ثلث وقول القائل بمنع الإنفاذ يصحوا مع القول بأن الموت شرط لأنهم أذنوا قبل التمليك وقبل فصول الشرط فلا ينفذ كسائل الشروط مع مشروطاته لأنه قابل محلا غير قابل أو صادف محلا غير قابل وقام مساءة الإنزال فصح بناءها أنه ليس بشرط في هذا الغسل لأنه أنزل بعد ما اغتسل أو لأنه لا حكم له لأنه إنزال من غير اقتران حقنا الملكية من مذهبهم هو مسألة المسألة عندهم مسألة الإنزال بدفق والحديث ظاهر إذا فضغت الماء فالدفق هنا هو شرط فيه فعلى الجمع الأشياء المتعام فيها التخريج لا على عدم اعتبار الشرط هنا شروط المعتبرة انتقل إليها المصنف وهذا يأتي إن شاء الله في الدرس يا القادم لو فيها سئلة تفضلوا حتى نبدأ بالتفسير ما زلنا مع الآية العظيمة يرفع الله الذين أمنوا منكم الذين أؤتوا العلم درجة لو فيها سئلة تفضلوا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر